الجدول الدوري ليهي العناصر مترتبة كده خليني نشرح له أولاً الفئات الأساسية للجدول هي المعادن القلوية والمعادن القلوية الأرضية والهلوجينات والغازات النبيلة والعناصر الانتقالية المعادن القلوية بعيلة من العناصر اللي بتحب تتفاعل بسرعة مع المياه وده بسبب إن عندها إلكترون واحد بس في مستوى الطاقة الخارج بتمثل برمزها زي الليثيوم والسوديوم المعادن القلوية الأرضية عندها إلكترونين في مستوى الطاقة الخارجي وده بيخليها أقل شراسة في التفاعل لكن برد نشطة زي الكاسيوم والماغنيسيوم اللي بنلقيهم في الكثير من الأحجار ميجي بقي للهلوجينات ألي هي العناصر ليموش بتسيب الفرق في الإلكترونات وبتحب تكتمل بسرقة إلكترون عشان تبقى زي أنيون والغازات النبيلة من ناحية الاستقرار أما الغازات النبيلة فهي غازات مستقرة جداً وما بتحبش تعمل تفاعلات بسبب توزيعها الإلكتروني المكتمل مثل الهليوم اللي بنستخدمه في البلونات والنيون اللي بيضوي الإعلانات العناصر لانتقالية هي زي البطل المتعدد للمواهب في الجدول عندها خوص متنوعة وبتتواجد في الكثير من التطبيقات بحكم قدرتها على تشكيل مركبات ملونة واستخدامها في الصناعة وعالم المجوهرات ماندليف لما جهي عمل للجدول كان ماشي بفكرة إنه يلاقي نظام يبين تكرارية الخوص بين العناصر وادهبرز في الطريقة اللي رتبها بيها الجدول مش مجرد قائمة دهزي خريطة تفكير بتربط بين العدد الدلتري والخوص وتبين تكرار النمط الكيميائي للعناصر ديك شايفت إنه الموضوع مش بس معلومات لا ده عالم متكامل بشخصيات كل عنصر الليه شخصية وخوص معينة بتميزه يفضل تساهم في استكشاف هذا العلم الرائع وتسأل نفسك لو كانت عنصر في الجدول الدوري كانتها تبقى من ياتر اشتركوا في القناة